في الأراضي الفلسطينية المحتلة دخلت معظم المحافظات في إضراب عام تنديداً بمجزرة نابلس التي ارتكبتها قوات الاحتلال السهيوني والتي أسفرت عن ارتقاء 11 شهيداً وإصابة أكثر من مائة آخرين الإضراب شل كافة منح الحياة وسط دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المدن والخروج بمسيرات غضب تطورات دعا خلالها وزير الخارجي الفلسطيني رياض المالك إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وجامعة دول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة ما يرتكبه الكيون السهيوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني